اطلع وزير المالية سالم بن بريك على مستوى سير العمل بديوان عام مصلحة الضرائف العاصمة المؤقتة عدن وعقد الوزير بن بريك اجتماعا ضم رئاسة المصلحة بحضور رئيس المصلحة دكتور جمال سرور ووكلاء الغطاعات المختصة وكرس الاجتماع لمناقشة اوضع الادارة الضريبية واداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عهد القيادة وكوادر المصلحة وابرز الصعوبات التي تواجه سير العمل والمقترخات والمعالجات المناسبة لتجاوز الصعوبات والتغلب عليها ومواصلة جهود الارتقاء بسير العمل الضريبي وشدد وزير المالية شدد على اهمية مضاعفة الجهود لتطوير العمل الضريبي في اطار حشد وتنمية الموارد لدعم الاقتصاد الوطني وكذا سرعة انجاز عملية الربط الشبكي ضمن خطوات اتمتة العمل المالي ولفت الى ان الوزارة تنفذ رؤية تطويرية متكاملة لتنمية الايرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي مشددا على الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل الكادر العامل في المجال الضريبي باعتبار الكادر البشري اساس العملية التنموية الشاملة